اعلن الطيران والخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تشغيلها لرحلتين مخصصتين للشحن فقط لنقل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وقد قامت الناقلة الوطنية بنقل 300 ألف جرعة من تطعيم سينوفارم من جمهورية الصين و100 ألف جرعة من تطعيم سبوتنيك من روسيا الاتحادية حيث تواصل الناقلة الوطنية دعمها للجهود الوطنية في التصدي لهذه الجائحة ونقل التطعيمات من دول العالم وكونها إحدى شركات الطيران القليلة التي لم تتوقف عن الطيران في 2020 تستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع الجهات الحكومية والجهات المعنية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها مع زيادة نمو الطلب على السفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر